صباح الخير ازايكم? رجعنا الحمدلله وفقنا عايز اقول لكم ان احنا اخدنا يوم نوم كامل كلنا كلنا كنا تعبين تعب لا يوصف وده ببساطة لاننا كنا احنا بنمشي بمعدل اربعتاشر الف خطوة في اليوم يعني حوالي عشرة كيلو طبعا مش كل الناس بتحب النوعية دي من الاجازات لكن احنا بنحب ننوع الاجازة بتاعتنا ما بين اجازة اكتف ونان اكتف يعني احنا نمشي نزور اماكن سياحية نزور اماكن تاريخية نحب جدا نروح المتاحف وبيتخلى لها بعض الاوقات اللي هو باقي نريكس ونرتاح وناخدها كده على الهادي وانا تعبانة قوي بكلم ماما فبتقول لي انتو عاملين زي المكاسح اللي رايح يتفسح فطبعا نكتة واخدناها بهزار ودحك والكلام ده ولكن قلت لها يعني ايه يعني المكاسح مش من حقه يتفسح وده خليني اكلمها على اللي شفته في الغرب سواء في اوروبا او في امريكا وكندا او حتى في بعض الدول العربية يعني انا شفت في المغرب وشفت في طبعا في الامارات في دبي وشفت في بعض حتت في الكويت انهم وغذين في الاعتبار الناس دول الاحتياجات الخاصة فكل الناس من حقها ان هي تروح تروح لمصالح الحكومية واللي عنده كرسي بعجل يدخل واللي عنده مشكلة في السمع او في الرؤية برضو من حق ان هو يتعامل مع الجمهور وبصراحة يعني في الكام يوم اللي فاتوا انا شفت كمية او عدد كبير من الناس اللي محتاجين المساعدة والمعاملة الخاصة مش بس عشان امراض لكن في منهم مثلا الناس تخان قوي 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 فمش قادرين يمشوا فكانوا بيمشوا بالاسترولي اللي هي زي عربية صغيرة كده قاعدين عليها بتمشي بالكهرباء طبعا كراسي العجل حتى كمان شفت واحد اعمى مش بيشوف ومعاه كلب خاص مدرب بيساعده ماشي معاه وهذا الشخص ركب معانا الرولوكوستر واستمتع برحلته واستمتع باجسته واستمتع بيوم لطيف واستمتع بكل الالعاب اللي لعبناها والاماكن اللي احنا روحناها طبعا في الاوقات دي الواحد ما بيقدرش يمنع نفسه من المقارنة يا طرف بلدنا لو واحد او واحدة من دول طلعوا في الشارع وماشيين لوحدهم والشارع فاضي ده كان في حد طلع عليهم وسرقوهم واخدوا الكرسي العجل منهم وعملوا وسووا كلام ده كله فطبعا يعني شيء محزن شيء محزن احنا مفروض بلدنا بلد بلد الامان ما يبقاش فيها امان فده شيء يعني محزن والامان ده مش بييجي من ان يبقى فيه شرطة وعساكر وضباط والكلام ده الامان والاحساس بالامان بيجي بينبع من ان الناس حلوة وكويسة ومحدش بياخد حد ومحدش بيعمل حاجة حرام لان استرق حرام والقتل حرام والاعتداء على الاخرين حرام فاختلفت بقى الموازين الصح والغلط والاخلاق والدين والكلام ده فطبعا العملية بقت يعني بايزة خالص بس مش هقلبها اغم لان انا صحية فاقة الحمد لله ولازم افوه لان عندي كمية كبيرة جدا جدا من الشغل وكمان اضافة الى البيت اللي اتقلب فوقه تحته عادة قبل ما بسافر ببقى سايب البيت زي الفل ومش مكركب وكل حاجة لان انا عارفة من الخبرة ان احنا بنرجع طبعا فيه هدوم عايزة تتغسل فيه شونط عايزة تتفضى فيه حاجات بنبقى تعبنين فكل حاجة بتتنسف وبيبقى محتجالها اربع خمسة ايام عشان نرجع الدنيا هادية تاني بس اجازة لطيفة الحمد لله واتعلمنا ان احنا نستمتع بالاجازة مهما كانت مهما كانت فين مهما كانت امكانياتنا مهما كان المكان اللي احنا نازلين فيه تلاتة نجوم زي خمس نجوم لازم نستمتع بالاجازة للاخر وده فكرني باسرة كانت معانا والاب طول الوقت على السيلفون بتاعه والام طول الوقت على السيلفون بتاعها وعندهم ولدين وبنت اتغنونة اعتقد الولد يمكن من 12 سنة لاخر بنت عندها 6 او 5 سنين احيانا بنتلع رحلات وبنتفسح او بنخرج نزور حد وبنتابع مع حد يعني على الايميل او حاجات تخص الشغل حاجات بسيطة ندخل كده ونشوف ونرد رد سريع ونقفل وبعد كده نعيش تاني بقى مع بعضينا ونبقى مع بعضينا مش عايز اقول بس انا فعلا ما تجسستش والله على الراجل ده هو قاعد قدامي ويجيه على الشاشة التليفون بتاعه ان هو قاعد طول الوقت ده هو على الفيسبوك ينشر هو فين ويحط انا فين ويحط بعض الصور اللي خدها لنفسه في المكان في نفس الوقت البنت الصغيرة كانت قاعدة عمالة تلعب معانا وتتكلم معانا وكان فيه حتة كده بنقف فيها ونتصور كلنا وقفت وانا وقفة بقول لها فين ممتك مين هيصورك قالتلي لأ مصلهم بيزي مشغولين ولاحظت ان كان فيه راجل وست هم اللي كانوا بيصوروها لتليفوناتهم ان هم مش قريب هم عجبتهم بنت لطيفة جميلة حلوة نعنوشة كده في مكان لطيف وكانوا بيصوروها حزنتة قوي 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 من جوايا ان الاب والام دول جايين في رحلة لطيفة جميلة ومعاهم ولاد زي الفل وكل واحد فيهم مشغول بحاجة هايفة طب ما احنا بردو بندخل على الفيسبوك وبندخل على تويتر وبندخل على الانستجرام وبندخل على الحاجات دي بس لما يبقى فيه وقت ان احنا مع بعضينا بنلعب مع بعض بنعيش اللحظة مع بعض وبنتصور وكل حاجة بس مش لازم احط الصورة في ساعتها ما انا لازم استمتع بولادي واستمتع بجوزي واستمتع بالجو اللي انا فيه وده يخليني افكر يعني ليه ليه ما بنعرفش نهيش اللحظة اللي احنا فيها ليه مخنا يا اما في الماضي يا اما في المستقبل يا اما في حتة بعيدة اصلا ليه انا مش موجودة في المكان ومش موجودة في الزمان ناس كتير قوي قوي بقى عندهم المشكلة دي بقى عندهم ان هي مقعدين في المكان بس مش مستمتعين بيه مية في المية انا رحت حتة ما صورتش فيها لاني لو صورت مش حاضر استمتع باللي انا شايفة وباللي انا عيشة وبالوقت اللطيف اللي انا فيه فقدامي حاجة من اتنين يا اصور وفي الاخر ابقى اتفرج عليها فيديوهات ويبقى ما عيشتش اللحظة يا اما اعيش اللحظة واصور مجرد صورة اتنين تلاتة او فيديو صغير عشان اوسق بس المكان واوسق الحدث وفي اماكن كتيرة قراضي لها على الانترنت فيديوهات معمولة بحرفية احسن مليون مرة من الفيديوهات اللي احنا هناخدها فليه ليه اضيع الوقت يعني مش عارفة مش عارفة اقول لكم ايه بس انا حزنت قوي 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 على البنوتة الصغيرة الولدين كانوا مع بعض بيسلوا بعض بيلعبوا بيتشاقوا حتى كل واحد فيهم معا موبايل وبيصوروا بعض الكلام ده ولكن البنوتة دي اللي عندها الخمس سنين كانت محتاسة محتارة عايزة تلعب عايزة حد يتكلم معاها وللاسف بابا وماميتة كانوا مجوهين عنها في كلام هايف وكلام فاضي وطبعا انا مين عشان احكم على اي حد بس طبعا يعني من الملاحظة كده ثابت علي البنت بصراحة ثابت علي البنت واحنا كنا معاهم لمدة حوالي ست ساعات وهو ده كان الحال في ست ساعات ففكرة النهاردة افكار كتير فكرة النهاردة ان كل بني ادم من حقه انه يستمتع وانه يخرج ويتفسح نحافظ على الاماكن اللي بنتفسح فيها نحافظ على الخروجة يعني احنا خرجنا وكانت الدنيا زحمة زحام غير طبيعي لانه هو لونج ويك اند كان في امريكا اجازة عطلة نهاية اسبوع طويلة كان فيها يوم الاثنين اجازة فالناس عادة بتاخد من نص الجمعة وسبت وحد واثنين اجازة فبيسموها لونج ويك اند فالدنيا كانت زحمة زحام غير طبيعي ومع ذلك مفيش حد اعتاد على حده مفيش حد دايق حده مفيش حد عاكس حد مفيش حد قال لأدبه على حد لو فيه طوابير كلنا بنقف الطابور باحترام وبأدب كل واحد مستني دوره لو فيه حاجة ضاعت محدش بياخدها فيه هناك حاجة اسمها يعني اللي هي المفقودات وبيروحوا يودوها ولو ضاعت منك حاجة تروح ويطلعوا لك البسكت بتاعت المفقودات لو وقعت منك زمزمية مية شنطة اي حاجة كل حاجة موجودة وكمان كل الناس من حقها ان هي تستمتع التخين والرفايع اللي قادر يمشي واللي مش قادر يمشي اللي بيشوف واللي مش بيشوف كل الناس من حقها تستمتع دي كانت ملاحظة شفتها الاستمتاع بقى شفت ناس كتير قوي مستمتع جدا جدا بالمكان وبتاخد صور كل فترة كده ولكن شفت ناس ما شلوش عينيهم من على السيلفون بتاعهم بيتابعوا ايه الله اعلم انا لما بفتح الفيسبوك مثلا الصبح وبشوف بكر كده الحاجات اللي موجودة فيه لو رجعت له بعد ساعتين لو رجعت له بعد ست ساعات لو رجعت له بعد عشر ساعات بلاقي هي نفسها هي الحاجات هي والناس بس بتتكلم وبترد على بعض فيها واللي بينشر ادعية ما بنقرهاش واللي بينشر نكت ما بنقرهاش واللي بينشر مقالة او حاجة يدوبك نقرأ العنوان البراق اللي عادة بيدي مفهوم خاطئ عن محتوى المقال ونعدي عليه كده ونفتكر ان احنا قرينا وان احنا معارفين اللي في الدنيا فاقول لكم سلام انا مش هصور فيديوهات تانية النهاردة لان بصراحة حالة البيت يزرع لها وعندي حاجتين لازم لازم اقعد عليهم دلوقتي عشان اسلمهم لكن انا مش قادر اطلع مش قادر اروح مش قادر ااجي بصراحة من كار فرصا احاول استعليص صحت اajeة في الاول بقيتها كنت بحط فيديوهات من الاماكن اللي احنا رحناها طبعا التصوير مش محترف اوي انا قلت لكم انا كنت بفتح الموبايل وافضل ماشية بيه كده وخلاص لكن يعني طلبي منكم ان انتوا عيشوا اللحظة استمتاعوا بيها استمتاعوا بالناس اللي انتوا معاهم استمتاعوا بابهاتكم وامهاتكم استمتاعوا باولادكم استمتاعوا بازواجكم وزوجاتكم الخسارة الحقيقية في حياة البني ادم هي اللحظات للأسف الخسارة الحقيقية ما بتبقاش في المال الخسارة الحقيقية ما بتبقاش في اي حاجة غير ان الوقت بيعدي وما نقدرش نحصل تاني على هذا الوقت او نستعيد هذا الوقت مفيش الوقت هو المورد الحقيقي الغير متجدد في حياتنا صباح الفلد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر